بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم أخواني مرة أخرى على قناة التميز للشرحات سيكون موضوعنا لهذا الفيديو كيفية إعادة ضبط إعدادات المتصفحات جوجل كروم ومتصفح بيرفوكس وطبعا أخواني نلجأ إلى هذه الخطوة عندما يحدث لدينا بعض المشاكل في أحد المتصفحات أو مثلا عندما تقوم بتركيب مجموعة من الإضافات على المتصفح وبعد أيام يحدث لديك بعض المشاكل على المتصفح ولا تستطيع تحديد أي من الإضافات التي تقوم بعمل هذه المشكلة أو أن المتصفح فليا حدث لديه بعض الإعدادات الخاطئة التي قمنا بها ويتوجب علينا إعادة هذا المتصفح إلى وضعه الافتراضي كما لو كنت قد قمت بتنزيله في هذه اللحظة فبدل من أن نقوم بإعادة تحميل المتصفح وإعادة تنصيبه على جهاز الكمبيوتر يكفي فقط أن نقوم بضبط هذه الإعدادات وبحركة واحدة تابعا معي كيف نقوم بهذه الخطوات ونبدأ إخواني مع متصفح الفيربوكس وقبل إعادة إعدادات المتصفح إلى وضعه الافتراضي إذا كان لديك بعض المواقع الفيفورت أو المواقع المفضلة ولا تريد فقدانها تذهب إلى خيار البوكمارك ثم نختار من هنا شو أول بوكمارك وتقوم بحفظ هذه المواقع بالضغط على خيار إمبورت أنت باكب ونختار من هنا إكسبورت بوكمارك تو أشتي أم أل وتقوم بحفظ هذه النسخة على الدسكتوب ثم نقوم باستعادتها بعد ضبط المتصفح وبعد ذلك نتوجه إلى خيار الهلب ونختار من هنا خيار ترابل شوتينج انفورميشن وسوف تشاهد على جهة اليمين للصفحة خيار ريسيت فيرفوكس نضغط على هذا الخيار فتنبثق لدينا رسالة التأكيد لضبط المتصفح وإعادته إلى وضعه الافتراضي طبعا سيقوم المتصفح بحث جميع المواقع المفضلة بالإضافة إلى الباسوردات وملفات الكويكز الموجودة على الجهاز نضغط الآن على خيار ريسيت فيرفوكس والآن نضغط على خيار فينيش ويجري الآن إخواني إعادة المتصفح إلى وضعه الافتراضي وهكذا إخواني نكون قد قمنا بإعادة ضبط إعدادات متصفح فيرفوكس وإعادته إلى وضعه الافتراضي كما أننا لو قمنا بتنصيبه الآن كيفية إعادة ضبط إعدادات متصفح الجوجل إكروب في البداية إذا كان لديك بعض المواقع المفضلة وترغب بحفظها نذهب إلى الإعدادات ونتوجه إلى البوكمارك ونختار من هنا خيار بوكمارك منيجر إدارة البوكمارك ونضغط على أورغانايز ونختار من هنا خيار إكسبورت بوكمارك تو أشتيام الفايل وتقوم بحفظ هذه النسخة على الدسكتوب من أجل استعادته نعود إلى الإعدادات ونذهب هنا إلى خيار سيتنغ وفي خيار البحث هنا نكتب كلمة ريسيت فيظهر لدينا بالأسفل هنا خيار ريسيت سيتنغ نضغط هنا على هذا الخيار وتنبثق الآن لدينا رسالة تطلب مننا التأكيد على إعادة المتصفح إلى وضعه الافتراضي نضغط هنا على خيار ريسيت وهكذا إخواني نكون قد قمنا بإعادة المتصفحات إلى وضعها الافتراضي كما أننا لو قمنا بتنصيبها الآن اشتركوا في القناة